ماذا يعني نشر العراق قواته على الحدود بين إيران وتركيا الجوكر في اضطرابات إيران كيف يتحول المهرجون إلى سلاح اجتماعي بيد الولايات المتحدة الأمريكية الأهداف الخفية لزيارة رئيس الكيان الصهيوني إلى بعض الدول الخليجية ابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا يعني نشر العراق قواته على الحدود الصفرية مع إيران وتركيا هذا السؤال يجب أن يطرح نفسه في هذه المرحلة بالذات بعد زيارة اللافتة ومهمة قام بها السيد محمد الشيع السوداني وبعد أن قامت إيران باستهداف عدد من المواقع داخل إقليم كردستان في العراق وطبعا تقديمها وثائق إلى المسؤولين في الحكومة العراقية المركزية الاتحادية وفي حكومة إقليم كردستان تتحدث هذه الوثائق عن وجود جماعات تتحرك من داخل الأراضي العراقية وتستهدف أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالتالي لها صلة مباشرة الآن بما يجري من أحداث ومن اضطرابات داخل الجمهورية الإسلامية وتحديدا في منطقة كردستان إيران هناك طبعا تعرفون محافظة كردية إيرانية كبيرة مجاورة للكردستان العراقي ومن الطبيعي أن تحصل هناك تداعيات وتأثيرات على الجانب الإيراني عندما يحصل أو عندما تقوم جماعات من داخل الأراضي العراقية باستخدام مواقعها العسكري عندها قواعد عسكرية كثيرة وهذا أمر لا يمكن إنكاره أن تستخدم مثل هذه الأماكن لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الكردستان الإيراني ومنها طبعا إلى داخل باقي الأراضي في الجمهورية الإسلامية بالتأكيد أن تقوم القوات العراقية بالانتشار في هذه المنطقة يعني منطقة الحدود ولكنها صفرية أستنجي نوضح شنو معنى صفرية هذا الانتشار طبعا حتى أيضا مع تركيا كما أعلن من قبل الجانب العراقي بالتأكيد هذه تعتبر خطوة مهمة جدا وخطوة أولية لتهدئة المنطقة ولإشاعة نوع من الاستقرار يشجع بالتالي للخوض في محادثات جانبية بين تركيا من جهة وبين إيران من جهة لإنهاء هذا الملف نهائيا مو فقط تبريده وتجميد هذا الملف لأنه تعرفون جيدا حتى الجانب الكردي في كردستان العراق دائما ما يبررون وجود مثل هذا الملف أو مثل هؤلاء الذين يزعزعون الأمن في تركيا وفي إيران يقولون هذا الأمر ليس جديدا والأمر مضى عليه الكثير من السنين أكثر من أربعين سنة طيب لكن هذا ما لازم يستمر لأن استمراره يعني أنت جاي تبقي على الغام لتفجير العلاقات الإيجابية بين العراق وإيران وبين العراق وتركيا نعم هناك بعض المسائل العالقة بالنسبة لإيران بالنسبة لتركيا عندنا مشاكل عندنا موضوع المياه عندنا موضوع الحدود عندنا المسائل المتبقية العالقة من القرار الدولي الذي أوقف الحرب بين الجمهورية الإسلامية والنظام العراقي السابق النظام السابق القرار 592 لا تزال هناك مسائل عالقة هذه كلها يجب أن تنتهي يعني أحنا يجب أن لا نكتفي بأنصاف الحلول ويجب أن لا نكتفي بتبريد الأزمة يعني تجي حكومة وتقول يابا حتى أنا أمشي أموري خلال هاي الفترة فترة الحكومة أربع سنوات ثلاث سنوات بالنسبة للسيد محمد الشياع السوداني وبعضهم يقول سنة على أساس أنه إذا جرت انتخابات مبكرة للبرلمان فكل حكومة تيجي تقول أنا أمشي أموري خلال هذه الفترة ولا يفكرون بإنهاء الملف نهائيا يجب أن ينتهي هذا الملف نهائيا نحن في العراق انتهينا من موضوع منظمة مجاهدي خلق كما تعرفون وفي السابق حتى في زمن نظام صدام في زمن نظام صدام كانت إيران تقوم بعمليات عسكرية استباقية وصف هكذا تستهدف قاعدة أشرف التي كان مجاهد يعني ما يسمى بمنظمة مجاهدي خلق استقررون فيها هذا الأمر انتهى تقريبا عندما جرت مفاوضات مع دول أخرى تطرف ثالث تم نقل هؤلاء إلى دولة ثالثة ذهبوا إلى تيرانا عاصمة ألبانيا وبعضهم ذهب إلى دول أوروبية أخرى لكن مع كل الأسف كردستان إقليم كردستان الذي يفترض أنه عراقي والذي يفترض أنه يراعي مصلحة البلاد والمصالح القومية العليا لجمهورية العراق هو يستضيف حتى قواعدة لمجاهدي خلق يعني الأمر ليس مقتصرا فقط على ما تسميه إيران بالمنظمات الانفصالية الكردية وما تقوله حكومة إقليم كردستان بأنهم لاجئون إنسانيون لا لهذا الأمر لن يتوقف عند هذا الأمر بل هناك وهذا الإيرانيون قاموا بتقديم يعني وثائق هذه القضية أصبحت يعني حتى معروفة ومألوفة لدى الرأي العام العالمي والمحلي والإقليمي أن هناك وثائق تؤكد وجود ملظمة مجاهدي خلق تؤكد وجود قواعد للموساد الصهيوني في إقليم كردستان تؤكد وجود قواعد عسكرية أكثر من 76 قاعدة عسكرية تم تفعيلها وفق الوثائق التي تقدمها إيران وهذا الأمر أعلن عنه السيد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية حسين أمير عبداللهيان يقول قدمنا وثائق تؤكد وجود أو قيام 78 أو 76 قاعدة عسكرية بتفعيل نشاطاتها خلال الفترة الماضية تقريبا الشهرين الماضية التي أعقبت الاضطرابات التي اندلعت بسبب ذريعة وفاة الشابة الكردية الإيرانية محسى أميني نعم الآن القوات التركية تهدد باقتحام وبعمليات برية ليس فقط في شمال العراق تهدد أيضا في شمال سوريا ولكنها الآن هي متوقفة بسبب المعارضة معارضة سوريا ومعارضة إيران الطرفان الرئيسان هما طرفان رئيسان في مسار أستانا الثلاثي الذي يضم تركيا ويضم إيران ويضم سوريا فيما يتعلق بإنهاء الأزمة السورية سياسيا هم يعارضون مثل هذه العمليات لكن لا تزال تركيا تهدد وقبل أيام كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كرر تهديداته بأنه سيشن عمليات عسكرية برية في سوريا وأيضا في العراق فإذا أنت عندما تأتي وتنشر قواتك في المنطقة الصفرية أعتقد هي رسالة إيجابية جيدة ترسل إلى الجانبين التركي والإيراني لكنها ليست كافية لماذا ليست كافية؟ لأن المنطقة الصفرية تعني أن يعني هذه إشارة إلى أن الأخوة في كردستان العراق يرفضون حتى الآن دخول القوات الاتحادية قوات الجيش الاتحادي إلى مناطق في داخل إقليم كردستان نعم عندما توجد قوات عسكرية على مناطق الحدود يساعد في منع تسلل الأسلحة والمهربين والمخربين إلى داخل إيران وإلى داخل تركيا يساعد لكن الحدود كبيرة والحدود طويلة وعريضة ولا يمكن السيطرة عليها بهذه السهولة يفترض بالبيش مرق وهي قوات وفق الدستور العراقي مسؤولية عن حماية الحدود يفترض أن تنزع الفتيل سد الذرائع دائما ما نكرر هذه القاعدة سد الذرائع أولى من جلب المصالح أو مقدم على جلب المصالح لأن سد الذرائع هو يغلق باب الفساد ويغلق الباب الذي تأتيك منه المشاكل في علاقاتك مع دول الجوار المهمة إيران بالنسبة أن دولة جارة ولاحظتم الاهتمام الذي تبديه إيران وأبدده تحديدا للسيد محمد الشياء السوداني عندما زارها ولاحظتم أيضا أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا وبين العراق في تزايد مستمر أكثر من 75% من المبادلات التجارية التي تصب طبعا لصالح تركيا بين العراق وتركيا هي في أقليم كردستان فيفترض بالبيشمارك هو الذي يقوم بنزع سلاح مقاتلي الفصائل الكردية الإيرانية والتركية التي تعلن علنا عن أهدافها وهو تقسيم البلاد الفصائل الكردية الإيرانية تعلن علنا عن رغبتها في إقامة دولة كردستان وتقسيم إيران تتحدث علنا هذه وسائل الإعلام وبعضها يبث من داخل باللغة الكردية وباللغة الفارسية من داخل إقليم كردستان إذن هذه الخطوة يجب أن تتطور وبما أن الأخوة الأكراد يهرعون دائما إلى بغداد في كل ما يجري الحديث عن الميزانية ويردون حقوقهم من الميزان أيضا في نفس الوقت الحفاظ على هيبة العراق مسؤولية تقع على عاتقكم وإذا لا تستطيعون أنتم لأسباب لها صلة بالموضوع القومي والعرقي أن تنزعوا سلاح فصائل كردية معارضة لإيران أو لتركيا فدعوا الجيش العراقي الجيش الاتحادي يدخله إلى هذه الأماكن ويقوم بنزعها بالتعاون معكم والأمر بسيط بسيط جدا أما أن تبقى القوات في المنطقة الصفرية يعني أنك أبقيت على الأزمة جنمتها لفترة وجيزة فقط بسيط ابقوا بعد الجوكر في اضطرابات إيران كيف يتحول المهرجون وحتى ما يسمى بالمشاهير إلى سلاح اجتماعي بيد الولايات المتحدة الأمريكية عندما نتحدث عن الجوكر فبالتأكيد سنتذكر مظاهرات تشرين في العراق وسنتذكر أيضا مظاهرات تشرين في نفس الوقت من العام 2019 في لبنان وأيضا يجب أن نتذكر مظاهرات سابقة تم استخدام مثل هذا الجوكر يعني وإن كان الفيلم جديد انتجه في العام 2019 فيلم أمريكي معروف عن شخص مصعب مريض نفسي شوي شوي هو يعني محل شك ومحل سخرية دائمة في المجتمع يظهر كشخص هادئ يغير هويته تدريجيا ويتحول من فنان مهرج إلى ناشط مجرم هذا الأمر أيضا تكرر في كل ما سميه سابقا بثورات الربيع العربي وأيضا بالثورات الملونة وبأشكال مختلفة بس الجوكر كظاهرة جاءت بعد العام 2019 وتذكرون جيدا لبروفايلات الشخصية لعدد بارز وكبير وواضح من الحسابات لشخصيات محددة معروفة في المجتمع العراقي على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي بعضها يعمل في قنوات فضائية أيضا معروفة ومحددة ولها توجهات معينة كلهم ظهروا مرة واحدة في بروفايلهم الشخصي حقين صورة الجوكر قال نكشف الأمر يعني في العراق نكشف بشكل واضح وصريح العراقيين كشفوا أن لا هذا الجوكر هو مخطط لتدمير العراق وشفتوا بعدين أن ما سمي بمظاهرات تشرين ونبرئ السلميين ونبرئ أولئك الذين يملكون نوايا حسنة والذين خرجوا محتجين ولديهم حقوق ولديهم اعتراضات صحيحة ولا يزالون لديهم اعتراضات ولديهم مطالب يجب الاستماع عليها نبرئوهم من ذلك لكن تبين وشفتوا اكتشفتوا يعني بعد هذه الفترة الطويلة أكثر من ثلاث سنوات يعني بعد ما أصبح لم يصبح الأمر خافيا أو خفيا أن هناك أن هناك سفارة أمريكية أن هناك مخطط يستخدم هؤلاء لزعزعة أمن واستقرار البلاد شوي شوي أصبحوا تحولوا إلى سلاح اجتماعي وهذا السلاح الاجتماعي حتى لاحظتم أنتم في اليوم الأول أو في الأيام الأولى من تلك المظاهرات والسفارات دول الاتحاد الأوروبي كيف رفع العلم المثليين السماعي بشيء كلمة مثليين لا علم أولئك الشواذ علم أولئك الشواذ سوؤلهم علم وسوؤلهم مجتمع والآن يسموهم بمجتمع علمهم لديهم حقوق وشفت حتى يعني في مونديال قطر الفيفا في البداية اعترضت هذه مسرحية طبعا اعترضت على أن يروج لهذا المجتمع الشاذ ولشاراته في الملاعب لا تجي وزيرة خارجية ألمانيا ووزراء خارجية لدول أوروبية ويتعمدون علنا زعزعة المجتمعات مجتمعاتنا بشكل أساسي للترويج لهؤلاء ويوجدوا شخصيات الآن قاعدين يخلقوها عن طريق نفس وسائل الإعلام التي روجت للجوكر لتدمير نظام الأخلاق والنظام الاجتماعي في بلدان والسهم قبل أيام شفت أحدا هذه القنوات الفضائية مثل هذه الدولة من ألمانيا تبث من ألمانيا عدها برامج تركز على موضوع الشواذ وتركز على موضوع انهدام القيم وزعزعة القيم والآن يريدون يدعو للعراق هذا البرنامج ويقدم برامجه من داخل العراق كما فعلوا مع ما يسمى بالفنانين محمد رمضان وغير محمد رمضان في الحقبة الماضية في عهد السيد مصطفى الكاظم لذا أنا أهيب بالسيد محمد الشياع السوداني ولو هذا ليس خارج الموضوع لأن نفس الشي يريدون يكرروا وشفنا قاعد يتكرر في الجمهورية الإسلامية نفس المفردات نفس المفاصل نفس التفاصيل التي جرت في أثناء مظاهرات تشرين في العراق أيضا في ما سمي بثورة الربيع العربي في سوريا ويتكرر في الجمهورية الإسلامية نهيب بدولة رئيس الوزراء إلى منع هؤلاء من إجراء مثل هذه البرامج هس الكارثة مون فقط تروج لهذا الشذول اللي احنا نعرفه وهذا اللي يحشون عنه بين الرجل والمرأة أو بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة لا 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 الآن يروجون إلى ظاهرة تعدد الأزواج انتبه مو الزوجات الأزواج يعني المرأة يحق لها أن تتزوج يكون لديها زوج ويحق لها كما يقولون في هذه البرامج هذه البرامج التي هي التي روجت لظاهرة الجوكر أن يصبح لها عشيق عشيق يمارس معها الرذيلة وأيضا يكون لديها صديق تستشير ويستشيرها في أمورها وفي برامج حياتها الأخرى نعم في الجمهورية الإسلامية الآن جابوا مجموعة من المشاهير يسموهم المشاهير وبالمناسبة حتى هؤلاء المشاهير يختلفون من مكان إلى مكان يعني في الجمهورية الإسلامية ركزوا على الممثلين البارزين أو بعض الممثلات البارزات المشهورات واحدة مثلا قدمت دور بارز في مسلسل يوسف عليه السلام أو مثلا لاعبي كرة مشهورين يحبهم المجتمع كان لهم دور كبير في تطور الكرة القدم الإيراني أيضا مثلا يجوهم ويركزون عليهم وبعضهم يبيع أو يؤجر حساباته في وسائل التواصل يبيع أو يؤجر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي وتستخدمها أجهزة مثل الموساد ومثل السي آي اي لشني حملات اجتماعية داخلية في داخل الجمهورية الإسلامية لزعزعة الأمن الاجتماعي التركيز على الأمن الاجتماعي أولا استهداف الأمن العسكري يعني الأمن 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 الناس استهداف قوات الأمن الشرطة البسيج الحرس الثوري كما فعلوا عندما كانوا يستهدفون القوات الأمنية في العراق ولاحظتم خلال الفترة الماضية كان هناك تركيز ولا يزال في العراق مثلا على الحجد الشعب يعني ارتكاب جرائم تستهدف وهايها بدعة جديدة استحدثوها سموها بالناشطين بالفرسي يعبرون عنهم بالفعالين فعال مدني أو فعال سياسي هذا مصطلح هذا يأتي ضمن مخطط ترويج مصطلحات مثل المجتمع علمي مثل الجوكر جابوا أن أيضا هؤلاء أيضا في العراق ونحترم من يدافع عن حقوق الإنسان نحن نميز أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون هذه قاعدة لكن أقول هؤلاء يتم استخدامهم في العراق بطريقة مغايرة يجون لول يستخدموهم يركزون على الأمن الاجتماعي يركزون على الأمن السياسي على استقرار حتى على الأمن الاقتصادي باستهداف منشآت اقتصادية البازار السوق وشفتوا استهداف الشرجة في العراق في بغداد في إيران يجون يهددون البازار لأن هناك القوات الأمنية شوية تعمل بطريقة مركزية ومع ذلك لم تتدخل حتى الآن أما عدنا في العراق مع كل الأسف يجري استهداف الحجد الشعبي وباقي القوات الأمنية واتخامها يجري قتل ناشطين في مظاهرات تشرين وهذا شفتوا بعدين يلقى القبض على المتهمين وهم أيضا ممن يسمون بالناشطين في تلك المظاهرات ويبر الخبر مرور الكرام ولا يجري التركيز عليه وطبعا يتم اتهام كالعادة فصائل المقاومة وقوات الحجد الشعبي في العراق يركزون على من يسمونهم بالمشاهير من أولئك الذين يعني في المجتمع وضحهم مع كل الأسف لا يحسد عليه يعني لا أريد أن أشير لا أتحدث بالأسماء بس أنتم تشوفون كل الزيب شوفوا بعض وسائل التواصل الاجتماعي تسفيه العمامة يجيبون لك واحد معمم يمطلعين يوم نازع عمامته يوم لابس عمامته يوم يرقص يوم يبوس يوم يقبل ويجيبون لكم بنات صغار والله يقبل قبل إيدها محمد رمضان وذي ترقص في كابري في أربيل ترقص في كابري في أربيل هذه الكابريات الرخيصة وتدعو أيضا إلى الإصلاح وتدعو إلى زعزعة الأمن الاجتماعي وتطالب بالتغيير وتتحدث عن الحكومات الفاسدة ولكنهم يتجاهلون أنهم مع كل الأسف مجرد أدوات بعضهم يعلم وبعضهم لا يعلم بيد الولايات المتحدة الأمريكية نعم منذ أكثر من شهرين خرجت في إيران مظاهرات كان هدفها المعلن هو الاحتجاج على وفاة محسى أميني في المستشفى إثر إصابتها بنوبة قلبية لكن فيما بعد تحولت هذه المظاهرات إلى محاولات لنشر التدمير تدمير البنى التحتية وخلق الفوضى وقد تأكد لنا ذلك وتكرر لنا ذلك في العراق وقبل ذلك في سوريا بس الجوكر حطوا أيدكم عليه وراقبوا جيدا وشوفوا ما يجري في إيران وشوفوا ما يجري سابقا في العراق طبعا وسائل الإعلام كثيرة متورطة في هذا الموضوع على أيضا الدولة في جمهورية العراق وأيضا حتى في الجمهورية الإسلامية أن تنتبه إلى هذا الموضوع وتقوم بإجراءات للحد ولردع هؤلاء خصوصا من الذين يبثون من الخارج هناك قوانين في أوروبا تمنع هؤلاء لكن مع كل الأسف لا يجري التعاطي معهم بطريقة صحيحة لإيقافهم وردعهم عن ممارسة شذوذهم ونشر فسادهم في بلداننا ابقوا معنا الأهداف الخفية لزيارة رئيس الكيان الصهيوني لبعض الدول الخليجية أحبائي تعرفون جيدا قبل أيام قام رئيس الكيان الصهيوني بزيارة إلى البحرين ومنها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الدولتان هاتان الدولتان كانت قد وقعت اتفاقية سميت باتفاقية إبراهام أو إبراهيم عليه السلام مع الكيان الصهيوني في العام 2020 أول مرة وقعت الإمارات وبعد ذلك وقعت البحرين بعدها راحة المغرب والسودان أيضا شاركوا في هذا الموضوع كان يفترض أن تطبع أو توقع المملكة العربية السعودية لكن المملكة العربية السعودية اختارت التطبيع الاجتماعي أولا لأن المجتمع في المملكة العربية السعودية مجتمع يختلف من حيث على الأقل الهوية يعني كونه يستضيف بيت الله مكة المكرمة المسجد الحرام وأيضا المسجد النبوي الشريف وقبور الأئمة البقيع وطبعا وطبعا هذه الرمزية التاريخية لهذه البلاد الاسم الحالي هو المملكة العربية السعودية نحن نحترم هذه الأسماء الرسمية بس بالنتيجة هم لا يستطيعون أن يقوموا مباشرة بتطبيع مباشر رسمي يعني يجون يوقعون رسميا لكن العلاقات قائمة على قدم الوساق وبعضها يجري بالواسطة يعني من نقول البحرين مع احترامنا للأخوة في البحرين وحتى للقيادة السياسية في البحرين بس معروف يعني أن البحرين هي تعكس إلى حد كبير سياسات المملكة العربية المتحدة المملكة العربية السعودية والولايات الأمريكية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وطبعا دول أخرى مثل بريطانيا وموجود الأسطول الأمريكي السادس في البحرين والقوات الأمريكية موجودة وتشتهر على قدم وساق وحتى تذكرون جيدا من أقول يعني تعكس إلى حد كبير سياسة السعودية السعودية قادت قوات درع الجزيرة وراحت قضية الدوار اللؤلؤ وشفتوا شلون المتزرة التي ارتكبت آنذاك في 2011 عندما خرجت مظاهرات سلمية سلمية تطالبوا برفع الحيف والتمييز والتبعيض والطائفي الذي يمارس على قدم وساق ولا يزال مع الغالبية المجتمعية في البحرين وهم الشيعة اجت السعودية بدون أحم ولا دستور ودخلت وفعلت ما فعلت فإذن من يجي رئيس دولة الكيان الصهوني اللقيط ويقوم بالزيارة إلى البحرين الكثير يتحدث عن موضوع التطبيع نعم هذا بعد هذا خلاص أصبح أمرا عاديا فيما يتعلق بالتطبيع الرسمي بين الدول بين الدول أكرر بين الدول والحكام لأنه لم يصل بعد لم يصل بعد إلى ولن يصل إلى التطبيع مع الشعوب وشفت هذا في مونديال قطر على سبيل المثال مونديال قطر مع الملاحظة الكبيرة التي يجب أن نشير إليها وهي أن قطر تقوم بعملية التطبيع على مسار واسع عندما استضافت صحفيين من الكيان الصهوني وأدخلتهم ورفعت حتى عندما رفعت أعلام الدول المشاركة في المونديال لوحظ العلم الإسرائيلي المزيف الذي لا يمثل فلسطين على الإطلاق ولاحظنا في وسائل حتى نفس وسائل الإعلام التي تبث من داخل الكيان الصهيوني الإسرائيلية يعني هي التي اعترفت بأنه ما عدنا أو لسنا مرحب بهم في قطر من قبل الجماهير هذا جانب إيجابي لكنه في نفس الوقت هو جانب سلبي هو أيضا جزء من التطبيع يعني جزء من التطبيع لتخليهم يحتكون ويحشون مع بعضهم مواطن عربي من فلسطين أو غير عربي من إيران من أفغانستان من الجزائر من المغرب واحد مستوطن استوطن في أرض فلسطين ويجي ويقول أو يجي ويقول أنا من إسرائيل لا 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 ما قبل أحكي ياك هذا هو جزء من التطبيع يعني هذا يزيل الحواجز النفسية أو يخفف من هذه الحواجز النفسية والقيود النفسية فهي إذن جزء من التطبيع لكن هي مؤشر أيضا على أن الشعوب في بلدان خصوصا البلدان التي وقعت على اتفاقيات تطبيع واعتراف بالكيان الصيوني هذه الشعوب ترفض تطبيع العلاقات مع هذا الكيان الصيوني إذن شنو الأهداف الأهداف هل فقط مجرد يعني نجي ونحكي ونسولف والبعض يتحدث عن تهديدات مشتركة توجه إلى الجمهورية الإسلامية وإلى محور المقاومة أنا أقول لا هذا الجزء الطافئ من الثلج نعم يأتون في داخل فلسطين المحتلة هناك مشاكل لأنهم حصلت انتخابات مبكرة تشريعية الآن موضوع تشكيل حكومة يواجه مشاكل يريدون بأي شكل من الأشكال أن يعطون انطباع إلى الداخل في داخل فلسطين المحتلة لأنه لا يعني هذا المحيط السياسي على الأقل هذه الدول هي ويانة وموضوع ما يسمى بالخطر الإيراني الذي هو خطر حقيقي يتهدد وجود الكيان الصيوني لأن المعركة معركة وجود بين إيران وبين كل الأحرار مع هذا الكيان هي معركة وجود ففلسطين يجب أن تتحرر من النغر إلى البحر وكما يقول الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية إسرائيل يجب أن تزول من الخارطة إسرائيل بواياد أزبين بيرفد لكن هم يركزون على أشياء أخرى أنا لاحظت من خلال المراكز الأبحاث ومراكز التفكير وملاحظة للخبراء الإسرائيليين أنفسهم الذين يتحدثون أو يكتبون أو يهتمون بالشأن الأمني بما بالشأن الأمني لأنهم معهم مشكلتهم الأساسية أمن هذا الكيان أن يحافظوا على وجوده هم يعرفون جيدا أن المعركة معركة وجود لاحظت أنهم يركزون على التعاون الأمني على الجانب الأمني وهذا الجانب الأمني فيه مفاصل عديدة واحدة من أهم هذه المفاصل هي إنشاء محطات ومنصات تجسس ومنصات للموساد ولباقي أجهزة المخابرات التي ترتبط بهذا الجهاز اليعمل خارج فلسطين لجذب وتجنيد جواسيس وعملاء جدد وهؤلاء يجري التركيز عليهم من المنطقة تحديدا المتواجدون في هذه الدول أو الذين يتمكنون من زيارة هذه الدول يجري تجنيدهم كسبهم بكل بساطة يعني يسوهم عملاء وهؤلاء العملاء ليس فقط يتم أرسالهم لتنفيذ عمليات إرهابية والقيام بعمليات تخريب للاستمرار في مشروع الجوكر الذي تحدثنا عنه في المحور السابق لا لا وإنما لتأسيس خلايا خلايا وشبكات ما أقل لك ما موجودة هي موجودة بس مهمة جديدة لهؤلاء لتأسيس خلايا تركز على الشباب تركز على الفتيان الشباب وتجنيدهم ويشعروا بأنه قاعد يلعب دور مخابراتي وبعد يدخلوا دورات هنا وهناك وبعضهم ينقلوهم إلى دول في أوروبا إلى قبرص وحلى حتى في تركيا وطبعا بعضهم أيضا يتم استقدامهم واللقاء بهم في كردستان أقول لكم هذا مو كلامي هذا كلام محللين استراتيجيين مرتبطين بالموساد الإسرائيلي من داخل هذا الكيان الصهيوني هذا كلام خبراء ومحللين يكتبون في مراكز أبحاث ومؤسسات يهودية الصهيونية خالصة إقامة منصات جديدة تعضيد المنصات القديمة للتجسس إرسال شبكات القيام بالتواصل مع الداخل في العراق في إيران في دول الجوار الأخرى وطبعا تعرفون جيدا هناك جمهورية أذربيجان بالنسبة لإيران التركيز على إيران أيضا هناك قواعد للموساد الإسرائيلي يجري تعضيده ولكن عندما نتحدث عن زيارة مسؤولين من الكيان الصهيوني إلى المنطقة الخليجية فأنت دائما حط في عينك في ذهنك الملف الأمني لا تحكي لي عن تطبيع سياسي هذا موجود يريدونه لا تحكي لي عن تطبيع اقتصادي هذا أيضا يريدونه لا تحكي لي حتى عن مشروع ما يسمى بالدين الإبراهيمي أو الأديان الإبراهيمي هذا أيضا يريدونه بس هذا كله هو الجزء الطافئ الذي يطفو من جبل الجليد وما خفية كان أعظم يستهدفوننا أمنيا ومن أقول أمنيا يعني خلايا سرطانية تنفذ وتدخذ بوسائل الإعلام وشبكات وسائل التواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني وبالمساجد وبالمقاهي وبالملاهي وبال على قولة أحمد مطر شاعرنا الكبير وبه أختم يقول لافتات لافتات في الشوارع لافتات في الملاهي في المقاهي في فساتين البنات وهذا اختفاس ليس له علاقة مباشرة بما أحذر منه وهو أن الأهداف الخفية خطيرة في زيارة هذا المسؤول أو ذاك من الكيان الصهيوني اللقات في أمان الله